أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم تسليم شقق مشروع سلمة باد الإسكاني خلال شهرين وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 99% في كل الأعمال الانشائية والبنية التحتية بشقق المشروع ضمن مرحلته الثانية الذي يوفر 322 شقة سكنية في 14 عمارة سكنية وقال الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة أنه سيتم البدء في تسليم الشقق السكنية الخاصة بمشروع سلمة باد الإسكاني للمستفيدين فور الانتهاء من كافة الإجراءات التكملية المتعلقة بتوفير الخدمات العامة للمشروع فضلا عن اصدار ملفات المنتفعين وأخذ الإجراءات اللازمة من توقيع العقود وطباعتها وأكد أن الوزارة عمدت إلى اعتماد فكرة البناء العمودي بهذا المشروع ولزيادة عدد المستفيدين وتقليص منهم على قوائم الانتظار بالمحافظة الشمالية فضلا عن تشديدها الوحدات السكنية تلبية لرغبات المواطنين